موسيقى وعد نشط الاقتصادية مباشرة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية أكد صندوق النقد الدولي أن 70 دولة قد تضطلوا لعادة جدولة ديونها في حين يواجه بعضها شبح التخلف عن السداد أو ما يشبه الإفلاس خلال السنة الجارية مع بلوغ مقدرة ديون المستحقة 35 مليار دولار ككورة تلتش تتفق موازمة الديون وتكاليف خدمتها وتتسع معها قائمة الدول المتعثرة على سدادها لإصلا عددها 70 دولة وفق تقديرات أحدث التصريحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك العالمي إننا نرى مشكلة العديد من البلدان مع المديونية تزداد سوءا وتختفي أدوات التعامل مع هذه المشكلة مشكلة الديون تطرق الباب بصوت أعلى وأعلى ارتفاع مقلق لمستويات الدين في الاقتصادات الناشئة مع عجز الحكومات في الوفاء بالتزاماتها والتخلف عن السداد وضع يبدو أسوأ لدى الدول الأكثر فقرا في العالم والمهددة بانهيار اقتصادي 35 مليار دولار مستحقة هذا العام على أفقر دول العالم تلك المؤهلة للحصول على المساعدة في طار مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك هي لمقردين ثنائيين ودائنين من القطاع الخاص من الشرق إلى الغرب تشتاح أزمة الديون لتضع الكثير من الدول على غرار لبنان وتونس على حافة الإفلاس وضعية يبدو أن خلاصها مرهون بتحرك الهيئات المالية الدولية لجدولة آجال تزديد بشروط غالبا ما تكون مؤلمة اجتماعيا وقاسية اقتصاديا من بين الدول المصنفة ضمن خانة المرشحة للتخلف عن السداد يرصد صندوق النقد الدولي تونس ولبنان في وقت أدرجت سريلانكا ضمن الدول المهددة بالإفلاس ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة على تجاوز تدعية ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء في توصية تؤكد تغيرا جذريا في نهج الهيئات المالية الدولية في التعاطي مع الأزمات الاقتصادية منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية في ذروة أزمة اقتصادية أربكت العالم وحالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد العالمي بفعل الحرب في أوكرانيا صندوق النقد الدولي يتخلى عن أهم مبادئه ويغير نهجه بدعوة الحكومات لزيادة الدعم الموجه إلى الفئات الهشة وأصحاب الدخل المتوسط والضعيف لتجاوز تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى معاناة الكثير من الأشخاص لا سيما الأسار ذات الدخل المنخفض لذا نصي أن تقر السلطات الضاربية استخدام التدابير المستهدفة لمحاولات دعم الفئات الهشة في شكل تخفيضات على فواتير الكهرباء أو دعم أسعار الطاقة بشرط أن تكون واضحة وشفافة ومؤقتة حتى لا تؤثر على الميزانية لفترة طويلة الهيئة المالية الدولية شددت على ضرورة عدم الانسياق وراء التبعات الجيو السياسية وآثارها التضخمية بإقرار خطة اجتماعية تجنب بعض البلدان تصاعد الغضب الشعبي ودرجة الاحتقام بتسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي والسعي نحو خلق مصادر تمويل بديلة لقد رأينا بالفعل في بعض البلدان احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو السلع الأساسية بسرعة كبيرة ومرة أخرى نشجع البلدان على بذل جهود إضافية للتعامل مع هذا الوضع الصعب وبالنسبة للبلدان المحدودة الدخل نتوقع أن يكون هناك جهد دولي منسق وسريع لتمكينها من مواد مالية في الوصفة المقترحة من صندوق النقد الدولي توصل هيئة المالية الدولية باللجوء إلى الاستدانة الخارجية كسبيل لتوفير السيولة بالعملة الصعبة بالنسبة لبعض البلدان لا سيما البلدان المنخفضة الدخل ذات الحيز المالي المحدود للغاية ومستويات الديون المرتفعة على الأرجح ستحتاج إلى تلقي المساعدات الخارجية ويعمل الصندوق ومنظمات أخرى على معالجة هذا الأمر صندوق النقد الدولي المعتاد على فرض سياسات اقتصادية تقشفية صارمة غالبا ما تتضمن رفع الدعم الاجتماعي يغير النهجة في خطوة مفاجئة ويدعو الحكومات إلى توسيع حجم التحويلات الموجهة للفئات الهشة إلى ذلك حذر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفي غورينشاس من أن يتسبب تواصل عمليات الإغلاق بالصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد وإبطاء نمو الاقتصادي وزيادة التضخم قد تتسبب عمليات الإغلاق الأخيرة في الصين في اختناقات جديدة في سلاسل التوريد بالإضافة إلى تأثيرها الإنساني الفوري والمأساوي ستؤدي الحرب إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة التضخم وقد زادت المخاطر الاقتصادية بشكل عام وأصبحت المعاملة التجارية أكثر صعوبة كبير الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي اعترفان تأثير الحقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي لا يزال محدودا في ظل الإجراءات المتخذة من موسكو لضمان استقرار السوق واستثناء الحقوبات لقطاع الطاقة في روسيا إنها صدمة كبيرة جدا لسبابين الأول أن السلطات الروسية قد وضعت بنفسها برامج دعم وتستخدم سياسة المالية لمحاولة تثبيت اقتصادها ثانيا يجب أن نضع في اعتبارنا أن العقوبات لم تؤثر بعد على قطاع الطاقة وبالتالي تواصل روسيا بيع النفط والغاز للعالم الغربي وجني الإرادات التي يمكن استخدامها لدعم الاقتصاد أكدت الصين أنها ستواصل تحزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا في تحدي للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا وتحذيرات أمريكية من احتمال مساعدة بيكين لموسكو على الالتفاف عليها مع ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين بـ 30% خلال الربع الأول من السنة الجارية لا العقوبات الغربية المتتالية على موسكو ولا التهديد الأمريكي لدول التي تخرقها أثنى الصين الماضي قدوما فيما تسميه بتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع روسيا علاقة قوية تعكسها قفزة في المبادلات التجارية بين البلدين قاربت 30% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ستواصل الصين تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع روسيا وسنسعى لتعميق العلاقات في عدد من المجالات إن قفزة ما يقرب من 30% في التجارة بين الدولتين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 تظهر المرونة الكبيرة والديناميكية الداخلية لتعاون الثنائية الصين التي تحدت محاولة الغرب لعزل روسيا أكدت خارجيتها مواصلة تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين بغض النظر عن ما ستسفر عنه الحرب في أوكرانيا من تغيير في خارطة العالم بغض النظر عن كيفية تغير المشهد الدولي ستواصل الصين تعزيز التنسيق الاستراتيجي مع روسيا من أجل التعاون المربح للجانبين وحماية المصالح المشتركة بشكل مشترك وتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية ومجتمع له مستقبل مشترك للبشرية وتعتزم بيجين وموسكو رفع قيمة مبادلتهم التجارية بنهاية السنة الجارية إلى 200 مليار دولار بالتزامن مع مساعد تقويمها بالعملتين المحليتين لهنا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى الختام أما نشكركم على المتابعة إلى اللقاء